حملة مدهمات واسعة ومتواصلة قامت بها السلطة المغربية ضد ألف المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين شمالي البلاد دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة منظمة العفو الدولية وصفت هذه الإجراءات بالقاسية وغير القانونية وتحدثت عن احتجاز السلطة المغربية للمهاجرين لساعات وأخذت بصمتهم ثم أرغمتهم على ركوب الحافلات مكبلين بالأصفاد أو في بعض الحالات كانت يدهم مقيدة بالحبال وهجروا قسرا إلى مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية أو في المناطق النائية الجنوبية وفي العديد من الحالات كان على المهاجرين السير لعدة كيلومترات قبل الوصول إلى أول مركز حضرية يمكنهم من خلاله العودة إلى أوطانهم حملة قاسية وغير قانونية على المهاجرين واللاجئين في المغرب وهي تمثل انتكاسا يثير القلق من قبل حكومة قدمت عام 2013 التزامات جديدة بشأن سياسة اللجوء والهجرة لجعل المغرب بلدا يمتثل للمعايير الدولية غير أن كل هذا حسب الحقوقيين كان مجرد شعارات فقط وتحدثت المنظمة الحقوقية عن مشاهد ما سوية لأطفال تعرضوا لعقوبات ومعاملة قاسية من طرف السلطات المغربية مشاهدون رأاها الحقوقيون ومراقبون من زاوية التخلي عن الالتزامات الدولية في الشق المتعلق بالهجرة ومحاولة استهداف دول الجوار بأي شكل ترجمة نانسي قنقر